ملف آخر وملفه حنرجع تاني طبعا للحديث عن المنتخب بوي كورة القدم بس مبارح كمان وصول فكرة هنا أن نبدأ وصول المنتخبات المشاركة ببطولة أمم أفريقيا لكورة الياد احنا منتكلم عن نسختها الستة وعشرين اللي بتصطدفها مصر خلال الفترة هتكون من سبعتاشر لي يعني سبعة وعشرين يناير والمؤهلة لأولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين والبطولة دي بتعد من البطولات المهمة جدا اللي بتحظى كمان بمتابعة كبيرة جدا من عشاق اللعبة دي اللي بتادوا على فكرة يكونوا في تزايد مستمر الفترة الأخيرة يعني كورة الياد قدرت أن هي تحفر لنفسها مكانة كبيرة جدا ويبقى لها جماهرية وشعبية كبيرة وده رجع لي الأداء المختلف للمنتخبات المختلفة اللي بتادت فعلا تبقى رائعة وتطور من هذه اللعبة في دول مختلفة مبارح كمان وزير الشباب ورياضة دكتور أشرف صبحي قال أن مصر بتسعى لتنظيم بطولة استثنائية وأن جميع الاستعدادات جارية على قدم وساق لتوفير أفضل الظروف والمنتخبات كمان تكون يعني كل اللي هي بتحتاجه متلبي وكمان عايز أقول لحضراتكم مصر هو تكلم عن أن مصر ليها خبرة كبيرة جدا في تنظيم هذه البطولات الرياضية الكبرى والحقيقة الكلام ده حتطفق فيه مع سيادة الوزير لأن يعني ارجع كده لكم شهر فاته ارجع لكم سنة فاته حتلاقي أن مصر تقريبا ما فيش رياضة هي ما يعني نظمتها ما نجحتش فيها فبجد ده شيء أعتقد محترم جدا كنا بعيد عنه الفترة أو السنوات طويلة كتير لكن عدنا مرة تانية أو بدأنا مرة تانية والحمد لله البداية بتاعتنا كانت موفقة لحد هذه اللحظة يعني بننظم بطولات كبرى حضراتكم فاهمين أن بطولة زي دي من البطولات الكبرى اللي بتأهل كل المنتخبات بعد كده أو الفائزين لباريس عشرين أربعة وعشرين هي حتقام كمان في مجمع الصلاة بإستاذ القاهرة الدولي ده بيعد واحد من أفضل الصلاة الرياضية كمان في العالم ده برضو مش كلامنا أو تقييمنا حتش بيقيم نفسه يعني هل متكلم عالميا ده كان التصنيف ومفروض بتضم بطولة أمم أفريقيا ستاشر منتخب منها خمس منتخبات عربية خليني أقول لحضراتكم برضو هم مين مصر طبعا حاملت اللقب ومنتخب تونس هو الأكثر تتويجا بالبطولة والمنتخب الجزائري والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي وكمان بتشارك منتخبات زي عند كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا مش عايزة انسى حد يعني ومفروض حتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الخمسة الأولى لبطولة العالم لكورتلياد وبعد كده اللي حتقام طبعا فيه كرويجيا أو كرواتيا يعني والنرويج والدنمارك وحيتأهل المنتخب بقى البطل لمنافسات كورتلياد في دورة الألعاب الأولمبية باريس عشرين أربعة عشرين كل التوفيق ولكن في الأول وفي الآخر هي بطولة كبيرة جدا وطبعا زي ما حضراتكم عارفين هي برعاية شركة استادات وطبعا مجموعة أنديت سيتي كلاب فيعني كيان كبير جدا كمان بيرعاه فأكيد هيظهر بي المشهد اللي يليق بمصر كمان عايز أقوله حضراتكم أعلانة وزارة الشباب ورياضة الموافقة على حضور 15 ألف مشجع للمباريات من خلال الحجز على موقع طبعا شركة تسكارتي للي حابب من حضراتكم أنه هو يحجز من دلوقتي وطبعا المنتخب مصر هو زي ما قلنا حامل لقب النسخة الماضية وبالتوفيق طبعا لأن زي ما بنقول إحنا نتمنى التأهيل والفوز علشان بعد كده نروح وننافس في أولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين وأعتقد حلم كل المنتخبات اللي هتكون يعني بتشارك